اهلا بيكو في اية في حكاية اية اليوم من سفر اشعي النبي صح 58 اية 12 بيقول ومنك تبنى الخرب القديمة تقيم اساسات دور فدور فيسمونك مرمم الثغرة مرجع المسالك للسكنة جميل اوي ان حد يتقال عليه ان هو مرمم الثغرة وجميل اوي يتقال عليه اي حد فينا ان هو منه تبنى الخرب القديمة والخرب القديمة كتير حوالينا والثغرات كتيرة والتعب كتير حوالينا فيبختك لو كنت انت مصدر راحة لحد يبختك لو كنت بتشجع حد وبتسند حد لو في حد نفسيته خربانة وانت ريحت نفسيته يبقى انك انت رجعت المسالك للسكنة خليت الانسان يرجع له نفسيته الحلوة يرجع له فرحه ويرجع له سلامه يبقى انت تبقى سفير عن المسيح فعلا انت انسان بتقدم رائحة المسيح لكل اللي حواليك وقدست البابا شنودة لها نفسه وقال كلمة جميلة قوي قال اذا لم تقدر على راحة الاخرين على الاقل لا تكون سببا في اتعابهم يعني ما قدرتش رايح غيرك على الاقل ما تتعبش غيرك تكون مصدر راحة للاخرين تسند الانسان في كل تجربة بيكتزها فآية جميلة قوي صفرة اشعية صح 58 آية 12 منك تبنى الخرب القديمة تقيم اساسات دور فدور فيسمونك مرمم الثغرة مرجع المسالك للسكنة بسألك بسألك انت بيسموك ايه الناس اللي حواليك بتسميك ايه صانع سلام صانع فرح بيسموك انت ايه هل انت ما بتقعد في مكان بتسبب راحة للي حواليك ولا ممكن ان الانسان منا يسبب توطر للناس والناس تبقى مش عاوزة تقعد معا مش عاوزة تشوفه بتخاف من قعدته بتخاف من مواجهته لانها بتعتبر نفسها نفسيتها بتتعب فاحنا عاوزين كلنا نحتاج نحط الايدي باستمرار قدام عينينا منك تبنى الخرب القديمة حياتنا مش انجازات مش مباني بنبنيها مش مشروعات مش حاجات زي كده حياتنا تأثير الاشعاع بتاعك انت ملح الارض ونور العالم يبختك لو كان نورك بيفيد على كل اللي حواليك ويسبب فرح والناس تتمنى وجودك وتتمنى تشوفك لانك بتشوف فعلا فيك صورة المسيح اللي منه تبنى الخرب القديمة والاساسات دور فدور ويسمون كل واحد فينا مرمم الثغرة مرجع المسالك للسكنة لإلهنا كل مجد وكرمها لأبد أمين ترجمة نانسي قنقر